حذرت وكالة وغاوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من تدهور الأوضاع في مختلف أنحاء قطاع غزة أعلنت الوكالة أنه خلال اليومين القادمين ستتوقف عمليات الإغاثة كما ستتوقف محطات تحلية المياه والصرف الصحي والمخابز والمشافي أضفت أونروا أن مياه الشرب غير متوفرة في قطاع غزة وأن المواطنين يشربون من الآبار مباشرة والتي تعتبر مياها ملوثة كما أن هذه المياه لن يستطيع أحد نقلها إلى 800 ألف نازح فلسطيني